أهلاً وسهلاً بكم متابعين أينما كنتم معكم مهدي من قناتكم قناة كول سماد الخميرة، سماد الأرز، سماد تفل القهوة أنبي كي، شاي الكومبوس أسمدة كثيرة نسمع بها يومياً ما حقيقة هذه الأسمدة؟ هل هي نافعة ضارة للنباتات؟ هل يمكن أن نستخدامها لجميع النباتات؟ أم لنباتات معينة؟ أيهما أفضل؟ ماذا انتصحون؟ متى نسمد بهذه النباتات؟ كل هذه الأسئلة اليوم سوف نجيب عليها في فيديو تجربة حقيقية لم يسبق لأحد وأن جربها لهذه التجربة أمامكم وأنا متحمس جداً لهذا الفيديو ممكن أكثر منكوا الاكتشاف هذه الأسمدة ومدى فعاليتها للنباتات وها هي لنبدأ مع بعض لدي هنا شتلة فلفل عمرها تقريباً شهر أو أربعين يوم زرعت من البذور بنفس اليوم وهي بنفس العمر وبنفس الحجم وزرعت وحولت إلى تربة بنفس التربة ونفس نوعية التربة لم يسبق لهذه النباتات وأن سمدت من قبل واليوم سوف نستخدم خمس أنواع من الأسمدة لتسميد هذه النبتة وتعديلاً للفيديو السابق عن اختبار هذه الأسمدة أيضاً قمنا بإضافة نبتة سوف لن نضيف عليها أي من هذه الأسمدة فقط سوف نرويها بالماء وهذا بناء على طلبكم وإحنا ما بهون علينا بزعلكم بالمرة والآن لنبدأ لدي هنا سماد الخميرة ها هو طبعاً سوف أشرح لكم القليل فقط عن صنع هذه الأسمدة وهنا لدي كوب يحتوي على 100 ملي من سماد الخميرة يصنع سماد الخميرة من لتر ماء ويضاف إليه ملعقة ملعقة صغيرة من الخميرة وملعقة صغيرة من السكر نتركه ليوم وبعدها نقوم باستخدامه سوف أضيف لهذه النبتة هذا السماد 100 ملي هنا لدي تفل القهوة وهو ما يتبقى في غلاية القهوة إحنا بنقول عنها غلاية القهوة في بعض الأحيان بعض المناطق يسموها ركوة أو دلة ما يتبقى من هذه القهوة وهي قهوة تركية عادية مطحونة ناعم ما يتبقى أضيف إليه بعض الماء وأروي به النباتات وهو سماد جيد وأنا سوف أجربه على نبتة الفلفل أيضا 100 ملي ننتقل هنا إلى منقوع ماء الأرز بعد نقع الأرز لمدة أربع أو ست ساعات أقوم بأخذ الماء المنقوع وأيضا أسمد به النباتات ها هو هنا لدي شاي الكمبوست وسبق وعملت عنه فيديو شاي الكمبوست للأمان هو من أفضل الأسمدة وسوف أجربه أيضا على هذه النبتة سوف تجدون رابطه هنا في الأعلى في البطاقات وسوف أتركه لكم أيضا مع الفيديوهات المقترحة في نهاية هذا الفيديو وأيضا سوف أستخدمه وهنا السماد المشهور سماد NPK وهو سماد متوازن NPK 20 وأيضا بنفس الطريقة ولهذه النبتة المسكينة سوف نضيف فقط الماء ولنرى مدى فعالية هذه الأسمدة طبعا سوف تتابعوننا يا أصدقائنا الكرام لمدة أسبوع كل أسبوع سوف أقوم بتسميد هذه النباتات من نفس هذا النوع من السماد أسبوعيا يعني كل أسبوع سوف أقوم بتسميدها خلال فترة الأسبوع هذه إذا احتاجت هذه النباتات لريها بالماء سوف أقوم بريها أما إذا لم تحتاج فلن أقوم بريها وطبعا سوف أضع هذه النباتات أو الشتلات شتلات الفلفل سوف أضعها في نفس المكان بنفس الظروف بنفس كل العوامل حتى نرى صدق ونرى فعالية هذه الأسمدة ابقوا معنا للأسبوع الثاني والآن وبعد انقضاء أسبوع على استخدام هذه الأسمدة ها هي النتائج لدينا نلاحظ أن الخميرة نموها نوعا ما جيد ولكن لاحظت بعض التبقعات على الأوراق أوراق شتلة الفلفل لاحظت هنا بعض التبقعات القليلة وهذا تأثير السماد سماد الخميرة هنا سماد تفل القهوة النمو لنقول أنه مقبول مقبول نسبته هنا سماد الأرز نعم سماد الأرز نموه جيد نلاحظ لا يوجد أي آثار سلبية النموه جيد هنا شاي الكمبوست لاحظوا النمو مقارنة مع النباتات الأخرى نموه جيد جدا لشاي الكمبوست وهنا الان بي كي سماد الان بي كي النمو لنقول أنه جيد ها هو وهنا لدينا الماء نموه جيد لا غبار عليه وها هي بعد أسبوع سوف نقوم الآن أيضا بإعطاءها السماد للأسبوع الثاني ها هي الأسمدة بنفس المستوى وهي للعلم لم تحتاج الكثير من الماء خلال فترة الأسبوع الماضي فقط احتاجت في نصف الأسبوع رية خفيفة من الماء سوف نعطيها هذه الأسمدة وننتظر عليها لنرى في الأسبوع الثاني ها هي والآن والآن مضى الأسبوع الثاني على إضافة الأسمدة لنبتة الفلفل وها هي النتائج كما تظهر أمامكم لنبدأ بالنباتات الأكثر نموا أكثر النباتات نموا كانت شاي الكمبوست ونلاحظ هنا نمو طولي جيد وأيضا تفرع وها هي بادرات أزهار الفلفل تظهر هنا ها هي بدأت تظهر ومن الممكن أيضا أن نأتي هنا إلى منقوع الأرز ويأتي في المرتبة الثانية تقريبا وأيضا الماء وسماد الخميرة وها هي الفرق أمامكم والآن سوف نقوم بإضافة هذه الأسمدة للأسبوع الثالث شاي الكمبوست للأمانة تفوق على هذه الأسمدة حتى على سماد الان بي كي والآن وبعد مرور أربعة أسابيع على تسميد هذه النباتات نلاحظ النتائج أمامنا نلاحظ أن النبتة التي سمدناها بسماد شاي الكمبوست هي الأكبر وهي التي بدأت بعقد الثمار ها هي أول ثمار الفلفل تبدو لنا لاحظوا الفرق واضح بين النباتات مع مقارنة مع شاي الكمبوست سوف نقوم بتسميدها للأسبوع الرابع وسوف نقوم في الأسبوع الخامس إن شاء الله بعرض هذه النتائج عليكم وسوف تحكمون عليها لوحدكم انقضى الأسبوع الخامس على استخدام هذه الأسمدة القوية واليوم هو يوم تخريج هذا الفيديو وسوف نقوم بعرضه اليوم وسوف نعطي الحكم على هذه الأسمدة لاحظوا معنا قمت بترتيبها تصاعديا من أكثر هذه النباتات نموا وعلوا إلى أدناها شاي الكمبوست كان هو الأفضل في الإثمار والنمو وعلو ونمو النبتة وها هي ثماره لاحظوا ها هو ثمار الفلفل وبعدها في الترتيب أتى سماد الخميرة لاحظنا وجود أزهار لا بأس كثيفة وجيدة وبعدها يأتي سماد منقوع الأرز وطبعا أيضا عقد ثمار جيد والسماد الذي أو النبتة اللي بدون سماد أيضا كان نموها لا بأس جيد وسماد القهوة وفي النهاية سماد الأن بي كي ودائما أنا كنت تتحدث عن سماد الأن بي كي هو السماد تقريبا كان الأضعف بين هذه النباتات وها هو ها هي التجربة أمامكم وكما حكمنا على النباتات من الأعلى ومن الأزهار أيضا سوف أعطيكم فكرة عن نموها من الجذور لنعطي حكما على نمو الجذور كيف في هذه النباتات لنلاحظ هنا أول نبتة نبتة شايل كومبوست ما شاء الله لاحظوا نمو جذور ممتاز سماد الخميرة أيضا سماد الخميرة كان نمو للجذور صراحة نمو الجذور كان ممتاز فيها من الممكن أن يكون أفضل من شايل كومبوست في نمو الجذور سماد منقوع الأرز ها هو أيضا مقبول هذه التي استخدمنا معها الماء فقط نمو جذور ممتاز صراحة ها هو حكيت لك وأنا ضعيف عند الجذور بحب الجذور سماد القهوة لا بأس مقبول سماد الأن بي كي نوعا ما ضعيف كان ضعيف الجذور ها هو لاحظوا معنا صراحة سماد الخميرة كان أقواها في التجذير لاحظوا الجذور كثيفة جدا ويأتي بعدها اللي هو سماد منقوع الأرز أعتقد لا سماد اللي بدون سماد بالماء أيضا كان نمو جذور ممتاز وها هي تجربتنا وهكذا أصدقائنا الكرام سوف أعرض لكم في آخر هذه الفيديو وفي البطاقات سماد شايل كومبوست كان أفضلهم ودائما أنصح به بالسمداء بالأسمداء الطبيعية وخصوصا شايل كومبوست وهكذا أتينا إلى نهاية الفيديو نتمنى أن يكون نال على إعجابكم فقط ادعمنا بوضع إشارة لايك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر